الكاف للاتحاد الأفريقي أعلن عن مواعيد فتح القيد الأفريقي وأعلن كمان عن شكل المسابقات في الموسم القادم المسابقات هي هي السنة اللي جاية مفيش سوبر أفريقي اللي كانت عاملت اللي هو دوري السوبر الأفريقي مفيش هيبقى فيه بطلطين دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفيدرالي زي السنة دي بالزبط فالتحاد الأفريقي أعلن أن البطلطين زي ما هم بنفس النظام في الموسم القادم وبطولة الكمفيدرالية مفيش حاجة اسمها ملحق الفرق اللي كانت بتخسر في بطولة دور الأبطال تنتقل إلى الكمفيدرالية وتلعب ملحق مفيش الكلام ده البطولة هتتلعب من الأدوار التمهدية في الكمفيدرالية وتكمل لغاية دور الستاشر اللي هو دور المجموعات بنفس الفرق المشاركة في الكمفيدرالية بعيدا عن خلاص الفرق اللي كانت في دور الأبطال بتخسر في دور الاتنين وتلاتين وتروح الكمفيدرالية ما فيش الكلام ده ما فيش بلحق اللي في دور الأبطال في دور الأبطال واللي في الكونفيدرالية في الكونفيدرالية ماشي؟ ده شكل المسابقات دوري أبطال أفريقيا أو كونفيدرالية أفريقيا القيد بقى الأفريقي عشان الأندية تبدأ تأيد القيد الأفريقي البطلطين حيبدأوا الجولة التمهيدية الأولى في 16 أغسطس 2024 ده الدور التمهيد الأول ومعظم الأندية المصرية ما بتشاركش في الدور التمهيد الأول والفلقيد آه يعني الأدوار التمهيدية هتبقى في الفترة من 16 ل 18 أغسطس 20-24 مرحلة المجموعات سواء في دور الأبطال أو في الكنفيدرولية هتتلعب ما بين شهر أكتوبر وشهر ديسمبر اللي هي دور الستاشر اللي هي مرحلة المجموعات دور المجموعات في دور الأبطال والكنفيدرولية من شهر أكتوبر لشهر ديسمبر يعني من شهر عشر لشهر اتناشر مرحلة بقى اللي هي دور الثمانية والقابل النهائي والنهائي هتتلعب ما بين الفترة من مارس وحتى مايو 20-25 يبقى الأدوار التمهيدية في دور الأبطال الأبطال والكنفيدرولية البطولتين هيبدأوا في الأدوار التمهيدية من 16 ل 18 أغسطس شهر ثمانية الدور المجموعات هيبدأ في الفترة من أكتوبر شهر أكتوبر حتى ديسمبر حتى شهر اتناشر ده دور المجموعات في البطولتين دور الثمانية وقابل النهائي والنهائي في دور الأبطال والكنفيدرولية في الفترة من مارس من شهر مارس عشرين خمسة عشرين حتى مايو لو شهر خمسة عشرين خمسة وعشرين زي ما شفنا السنة دي طبعا نهائي الكنفيدرولية كان يوم 18-19 أو 18 كان 19-5 هنا الزمالك ونهضة بركان وشفنا الأهلي خمسة وعشرين خمسة النهائي مع التراجي كان برضو خمسة وعشرين مايو برضو يعني نفس النظام ونفس الموعيد بتاعت السنة اللي فاتت طيب القيد بقى الأندية المصرية هتأيد امتى في فترة القيد الأولى هتبدأ من 1 يوليو حتى عشرين يوليو يعني 1 سبعة حتى عشرين سبعة ودي اللي بيأيدوا فيها اللعبة اللي هتشارك في الجولة التمهدية ممكن احنا ما نلعبش في الأدوار التمهدية اللي هي الدور الاربعة وستين بس القيد الأفريقية هتفتح من 1 سبعة حتى عشرين سبعة الفترة القيد التانية ودي اللي احنا بقى الأندية المصرية هتأيد فيها لعبتها الأفريقية اللعبة في القيمة الأفريقية اللي هي فترة القيد التانية من 21 يوليو حتى 31 أغسطس ودي اللعبة اللي هتشارك في الأدوار الدور التاني التمهدي دي بقى الأندية المصرية المفروض هتأيد في الفترة دي من 21 يوليو حتى 31 أغسطس فترة القيد التالتة عملوا بقى السنة دي فترة القيد التالتة في القيمة الأفريقية من 1 إلى 30 سبتمبر يعني شهر 9 من 1.9 إلى 30.9 دي اللعيبة اللي هتتأيد اللي هي مفروض هتشارك في دور المجموعات فترة القدر الرابعة اللي هي بتاعت شهر يناير من 1 إلى 31 يناير دي بقى اللي هتلعب أو هتكمل يعني البطولة بس بتبقاش قايمة كاملة بتبقى بس إيه 7 لعيبة إضافيين كحد أقص بما في ذلك 4 بودلاء يعني 7 لعيبة بس بيتحطوا في القيمة إضافية في الفترة من اللي هي فترة القدر الأفريقي من 1 إلى 31 يناير دي مواعيد القد وشكل المسابقات وكل حاجة بالنسبة لمسابقات الأفريقية على مستوى الأندية في الموسم القادم بطولة دوري أبطال أفريقية وبطولة الكنفدرالية الأفريقية ماشي؟ أوكي طيب عندنا برضو كان في مصدر النهاردة من اتحاد الكورة يعني بيتكلم على مين هيشارك في البطولات الأفريقية عندنا السنة الجاية عندنا فرقتين ضمنه بيرامدز ضمن أنه هو يشارك في دوري الأبطال والأهلي في حالة فوزه ببعض اللقاءات المؤجلة اللي تخليه قريب في المركز الثاني أو الأول حسب بقى نتائج الدور الأول طبعا في الدوري يعني الأهلي هو الأقرب مع بيرامدز والأهلي عشان أهلي كمان كسب البطولة دوري أبطال أفريقيا فالأهلي وبيرامدز هما البيرامدز والأهلي هما اللي هيشاركوا في دوري الأبطال الموسم القادم والمصري ضمن خلاص أنه هو هيشارك فيه الكنفدرالية الأفريقية في الموسم القادم والزمالك قريب برضو لو قدر يفوس في بعض لقاءاته المؤجلة يعني المصري والزمالك هما الأقرب برضو والمصري خلاص اتأكد والزمالك الأقرب للمشاركة في بطولتها الكنفدرالية حتى لو الزمالك ما رحش للمركز التالت أو الرابع بس الزمالك خلي بقى لكوا واخد الكنفدرالية فكده كده حيشارك والأهلي واخد دور الأبطال فكده يبقى البيرامينز والأهلي وزمالك والمصري في الكون فيدرالبي